بسم الله الرحمن الرحيم وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوب فارجع البصر هل ترى من فضور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلام كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسنقوا لكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السنور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنورا فامشوا في مناكمها وكلوا من رزقه وإليهم نشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبين وَلَقَدْ كَذَّمَ الَّذِينَ مِنْ قَرْمِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرْ مَا يُنْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي عُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهِ بَلْ لَدُّوا فِي عَتُوِّ وَنْفُورِ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فلما رأوه زنفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح مدهش راديا قل أرأيتم إن أصبح مدهش راديا ترجمة نانسي قنقر